اشتركوا في القناة مجالس الاقصام التي قلت لكم هي التي تحسن في النجاح والرصب للتلاميذ لأن أولا تنعقد مجالس الاقصام على الأقل مرتين في السنة عند نهاية الدورة الأولى وعند نهاية سنة الدراسية لأن هذه المجالس للأقصام التي تحسن في النجاح والرصب للتلاميذ تنعقد على الأقل جزء المرتين في السنة يعني عند نهاية الدورة الأولى وعند نهاية السنة الدراسية في الأخرى للعب لتحسن في النجاح والرصب للتلاميذ من الاختصاصات ديالها كما قلتكم اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ الى المستويات الموالية والسامح لهم بالتكرار وفصلهم نهاية السنة الدراسية وذلك طبعا بناء على النتائج محصل عليها بالنسبة لهذه السنة الاستثنائية طبعا بسبب هذا المرض ديال الفيروس كورونا المسجد لم تتضح الصورة لحد ساعة عن موعد نعيقادها يعني نعيقاد مجالس الأقصام وهذا الأمر يختلف من سلك لآخر يعني كل سلك ابتدائي اعدادي التناوي كل سلك عنده الظروف دياله فوقاش هذي تنعقد هذي المجالس للأقصام انعيقاد هذي المجالس سيكون عن بعد طبعا عبر منصة الميكروسوفت تيمز وحاليا مجموعة من المدراء كالتسلوب الاساتدة على اساس انه انعيقاد مجالس الأقصام قرب وغالبا ما سيتم انعيقاده في الأسبوع المقبل او في الأسبوع الاول من شهر يونيو سؤال الثاني متى يمكنكم الحصول على النتائج وقاش يمكن لكم الحصول على النتائج هذا السؤال مهم بزاق بالنسبة للنتائج فانها تبنى في ضوء قرارات مجالس الأقصام بنسبة هذي النتائج هذي ضروري تمر مجالس الأقصام باش يمكنها قرف ثم تحسبوا باستعمال برنام منظومة مسار للتدبير الترباول ممكن استعملوا مسار باش يدخلوا هذي النقاط وهذي النتائج ربما يتم الاقتصار في الاعلان عن النتائج على برنامج مسار يعني ممكن هذي النتائج هذو ما يتوزعوش بالطريقة التقليدية اي بلوراق مثلا يخرجوا لك النتيجة ديالك ويصيفطوها لك ممكن ما تتمش هذي العملية هكا ممكن فقط اقتصروا على انهم يخرجوا النتائج فقط في مسار ومن المتوقع اعلان النتائج منتصف يونيو القادم بحيث يخصص الأسبوع الاول منه لشماعات المجال الاستعليمية ثم الاعلان عن هذه النتائج بعد ذلك يعني حسب توقعي الشخصي وغالبا غالبا النتائج سيتم الاعلان عنها منتصف شهر يونيو يعني النص ديالشهر السهل القادم بحيث الأسبوع الاول منه كما قلت لكم اما الأسبوع هذا الاخر ديالماي ولأسبوع الاول ديال يونيو غادي تتم الاجتماعات ديال المجال الاستعليمية ومن بعد غادي تتم الاعلان عن النتائج هادش اللي يكاين في هذا الفيديو في الاخر اتمنى لكم النجاح والسداد ما تنسوش تدعموا القناة اشتركوا في القناة ضغطوا على زر الجرس باش يوصل لكم الجديد اعجاب للفيديو ما تنسوش اي استفسر حطف تعليق كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة